نصائح رائعة من روائع الدكتور إبراهيم الفقهي رحمة الله عليه الاكتساب شخصية قوية عليك أن تتبع التالي أولاً استمع أكثر مما تتكلم وأحرص على عدم الاكثار من رواية متاعبك الخاصة ثانياً احتفظ بسرية أمورك وامتنع عن الثرثرة والجدال ثالثاً لا تقلل من إنجازاتك ولا من شأنك ولا تسمح لأحد بذلك فلا أحد يعرف نفسك أو يعرف قدراتك أكثر منك رابعاً ابتعد عن الاعتذار المتكرر لا تعتذر إلا عندما تخطئ خامساً لا تكن من محبي التأثير في الآخرين كن على طبيعتك سادساً خذ أكثر القرارات بنفسك فلا أحد غيرك يمكنه التفكير عنك سابعاً قدر قيمة الوقت ولا تضيعه في الإنصات إلى أوهام الكاذبين وصراعاتهم ثامناً توقع الأذى من غيرك وانتظر من الناس من لا يريحك ولا ينصفك حاول تجاوز الأمور السخيفة فلا تتبع التوافه إلى التافه تاسعاً حاول دائماً الزيادة من ثقافتك ومعلوماتك ولا تكن ضحية لتخلف البعض عاشراً انظر للحياة بعين الحقيقة والابتسامة كن مميزاً وليس مقلداً فكل شخص له نظرة مختلفة للأشياء حادي عاشراً لا تتوسل لشخص ولا تتذلل فكرامة الإنسان لا تقدر بثمن ثاني عاشراً تذكر بأن القوة ليست هي التجبر والطغيان بل هي تحقيق العدل ثالث عشر تستحق العيش بسعادة وتحقيق ما تصبو إليه رابع عشر لست ملزماً بأخذ كل ما يملع عليك خذ ما ينفعك وما يساعدك على فعل الخير لنفسك ولغيرك من قناة ساوند كيوب هدى كربوج أرجو لكم رحلة سماعية ممتعة وأرجو تفعيل الاشتراك والجرس لمتابعة كل جديد